بيان السياسة العامة على طاولة المجلس الشعبي الوطني حصيلة الوزارة الأولى أبرزت الإنجازات المتمثلة في عصرنة الحكامة الإقليمية ودولة القانون بالإضافة إلى الترخيص للمشاريع السكنية والاستثمارية بيان السياسة العامة حمل اختلال من جانب تقديم المعلومة الكافية للمواطن حول القطاعات الذات الأهمية وتتصل به في المرتبط أيضا بحياته اليومية تعزيز صلاحيات الولاة وإحداث مقاطعات إدارية جديدة لتعزيز اللامركزية ورفع الاعتماد المخصص لبرامج التنمية المحلية من 60 إلى 100 مليار دينار جزائرية بقدر ما أعطينا دعم من حيث الموارد ومن حيث المال للبلدية فإننا سوف نرفع من مفهوم الحكامة المحلية 98% من الاقتصاد الجزائر يقوم على أساس اقتصاد ريعي وبالتالي تستطيع البلدية أن تختلق ثروة خارج مفهوم الريع وهي بالتالي تحصيل حاصل وهنا يظهر الفرق في صناعة السياسة العامة ما بين أن ترفع الشعارات وما بين أن تكون واقع وتقوم بتنزيل الأمور على أرض الواقع مباشرة بيان السياسة العامة أبرز دور الحكومة في مكافحة الآفات الاجتماعية والهجرة غير الشرعية وترحيل المهاجرين بمرافقة طبية وإنسانية وبالاتفاق مع دولهم جزائر صرفت حوالي 20 مليون دولار كقيمة مالية لمراعاة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون من دول مختلفة عندما لا تتحدث أيضا عن المهاجرين غير الشرعيين الذين يتجهون من الجزار نحو أوروبا بحثا عن عيش كريم أو لقمة العيش أو تحسين المستوى الاجتماعي فهذه أيضا إشكالية ينبغي ذكرها أو معالجتها لأنها سوف تشكل أيضا تهديد لمفهوم أمنك المجتمعي عصرانة العدالة والجهاز القضائي وتكيف الإطار التشريعي والوقاية من الفساد ومحاربته أيضا كانت ضمن أجندة الحكومة حوامة القضاء أعتقد بأنها في الجزائر تتجه نحو ديناميكية في الإصلاحات هي ليست كافية بالقدر المطلوبة ولكنها تشهد ديناميكية منذ تقريب حوالي 5 أو 6 سنوات ومفهوم الإصلاح أيضا ينبغي أن يقترن بحلول واقعية وعملية وليست بشعارات ترفع أو نصوص قانونية توضع ولا تطبق على أرض الوقت إنجازات حققت وأخرى مبرمجة في السياسة العامة بغية تقديم ما تجسد من مخطط عمل الحكومة واقتراح الطرق لإتمام ما تبقى من مشاريع